فلما لقيت شروع بتقول لي طلق الموضوع بقى ما يتسكتش عليه لدخل على شروع فجأة لقيت هادير كمان بتصل بها من المحلة بتقول لي يا بابا حصل كذا كذا في واحد دخل على ايه انا واحد دخل على الاول دخل على عام الأشرة بيقول له انا عايزة تنوي بنتك وما قلتش الزواجع الحمد لله ابونا ارحمها بصير ابونا ارحمها الناس مستاهولة مستاهولة باللحمةee محد אש حاسي فينه احنا بنتقلع نفك عالنفسنا الفيديو انا اي results اذا كانوا متدأين من مطلوعي لا احوص له كلش وقت انا بدا ما هما يتıقو وبالذات الناس التانية دي توعي نا اره اره انا اره ارا اره الناس قسيت علينا. جدا جدا والله. قسيت عليكم. جدا. ما عرفش ليه. وبرضه بيقسوا عليها دلوقتي. يقول لك غوين طلوع. غوين طلوع في ايه. بنتي لما تعرض لحاجة زي دي. فعزلونا يا جماعة ان المرة دي احنا مقدر مقدر تشاسكت يعني ما ينفعش. ما ينفعش. المرة اللي فاتت عملتي اربع بلاغات. ولقيت بنتي في الاخر حصل لها الله حصل لها. اهلا بك اوزو اشرف. اهلا بحضرتك. يعني انا باعتصر لك طبعا ان احنا هنضطر نفكرك بقضية مييرة. ما بفتت نساشي الله. ما بفتت نساشي. لسه عايش معنا. لا طبعا بفتت نساشي. شروق بقى يعني والمقساء اللي تعرضت لها اخيرا عايزك تقول لها من بداية كده. يعني مين هددها بالقتل. وايه اللي حصل? بدأت ازاي? الاول اللي بمسه على حضرتك وعلى المتابعين. اللي انا في شروع بقى. في شروع. ايه اللي حصل معنا? هو كلا كت تاني مرة بنشوف الموضوع اللي التاني مرة. يعني اول مرة حصل مع نايرة الكلام ده. وطبعا برضو حب من محمد عادرة. اه وبردو رسائل وبتاعه وروحنا عملنا بلاغه اتنين وتلحتها واربعة وما فيش حاجة حصلت لغيت ما اللي جر جر. فعزلونا يا جماعة ان المرة دي احنا ما قدرت شاسكت يعني ما ينفعش. ما ينفعش. المرة اللي فاتت عملت اربع بلاغات. ولقيت بنتي في الاخر حصل لها الله حصل لها. فالمرة دي من اول دقيقة ساعة ما ما اللي حصل. اللي حصل ده كان يوم الثلاثة يا جماعة. يعني الرسائل كان يوم الثلاثة. يوم الثلاثة. يوم الثلاثة بالزبط اللي هو كان تقريبا يوم اتناشر. اه. اه. بعد اخر يوم في الانتخابات. اه. فوجئت ان حد داخل عليا على الاكاونت اللي هو بتاع تيك توك كده وعمل يكتب لي كلام. اه انا بحب اه اه شروق انا اه شروق دي بتاعتي دي شروق مش عارف ايه اللي هي قده ده انا هاتبح فانا برضو اه اه عملت حاضر الاكاونت. قلت اه حد بيستعبط بيهرج او عايز يرخم. فجأة لقيت اه شروق طلعت بتقول يا بابا ده في واحد دخل عليك كزا كزا. نفس الاكاونت. ده اسمه يبقى الاكاونت اسمه ابو علي. وعمل اكاونت تاني بنفس صرطة ومسميه نادة عادل على اسم اه اخت السفح. اه. فالآ فلما لقيت شروق بتقول لي بتلاقي الموضوع بقى ما يتسكتش عليه. اكيد. داخل على شروق. اه. فجأة لقيت هادير كمان بتصل بها من محلة بتقول لي يا بابا حصل كزا كزا في واحد دخل عليك. ايه ده يعني هو جابت وجاب شروق. اه. وجاب هادير. يعني انت وبناتك الاتنين. ايوة. طبعا احنا صفحتنا معروفة يعني. هو عارفكو? مش عارفنا خالص. هو بيدخل على الصفحات. اه. هو داخل على الصفحات. لكن ما فيش معرفة اصلا. ولا اعرفه هو ايه. متعرفوش. خالص والله. طب بداية الكلام قال لك ايه? ولا داخل كده قال لك. هو هو الاسكرينات موجودة هي شروق حطها على صفحتها. انا مش مش متذكر بس هو الكلام ان هو انا بحب شروق انا انا مش اقدر عايش من غيرها انا مش عارف ايه. اه اسمع الكلام اه اه خليها بالا بالعقل ومش حاجة زي كده. وانا يعني انا مش يعني انا مش اسيبها وهتباحها بقى. يعني كلمة هتباحها ديت فعلا دبحتنا احنا بقى. ده كده. فكرتك بكل اللي. كل حاجة. انا والله يا العزيم امها احنا مورناش امها الا. بس شروق طبعا خد الاسكرينات وقامت نشرتها. فطبعا امها بتتابع فشافت الاسكرينات بتاعت بنتها منشورة. شافتها على طريق نات مش من بنتها. مش منتها. والله يا العزيم يومها منامت. يعني كل اللي حصل استحضرته تاني. خلال السنتين دول افتكرت كل حاجة. كل حاجة بقى اللي حصلت من من اه السنتين اللي هم قابل نايرها كمان. اللي هو البداية بقى. ما هنا كانت البداية كده. فما افتكر كل حاجة ومنامتش قعدت طويل الليل. مهم قدت لها ما تقليش وانا ان شاء الله بكرة. هاخد الاسكرينات دي كلها. واطلع على الشرطة. على المباحس. اعمل بلاغ. اعمل بلاغ. شاسكت يعني. فقال لي قلص ماشي. شروق صورت الاسكرينات صورتها. قمنا تاني يوم. اه برضو عادنا كده هدينا نفسينا شوية وهدينا امها. واخر النهار روحنا على اسم الطلبية. فاسم الطلبية قالونا يا يا جماعة انتم مش تابعنا. انتم تابع اسم الهرم. لان سكن شروق طبعا في المنطقة المربع بتاع اسم الهرم. فروحنا على اسم الهرم. في ايه يا جماعة قلنا لهم الوضع واحد اتنين ثلاثة. بص يعني مش عايز اقول لك الاهتمام قدي ايه. اه هم ساعة ما يشوفونا وعرفوا ان دي اخت نيره. انا مش عايز اقول لك الاهتمام كان قدي ايه. طبعا يا خافوا من كل الناس اي حد هيفكر هيقول لك يعني طب قضية نيره كان بدأت بلاغ شبه ده. اه. فسرعة التحرك طبعا. اه فلا. فيعلا كان عندهم سرعة تحرك اه رهيبة. احنا راحين الولا كان قفل الاكاونتات بتاعه. لان في ناس برضو احنا خطأ عندنا ان في ناس من عندنا اتصلوا بيه اقول له احنا ملنا فيك بلاغ بيهددوه كده. فهو الولا تاريبين خاف. فقفل الاكاونت بتاعه. اه فطبعا احنا لما رحنا اه كان في رقب بقى تليفون. فاديلنا رقب التليفون تتبعوه. رقب التليفون ده بقى نكلمكم منه ولا احد? لأ هو بعتولي على هو ما عرفش رقب تليفوني بقى على تيك توك في المحادسة. عشان انا اكلمه. عشان اجاوزه لشروق واخلي شروق تكلمه. عايزنا خلي شروق انا كاب اخلي بنت تتكلم واحد ما عرفوش. اخيالي بقى يعني البجع وصل لغطية. ماشي يومنا رايحين بقى بالحاجات دي كلها على المباحث بتاع اسم الهرم. طبعا بتوجه لهم بكل الشكر طبعا والتأدير اللي عملوه معنا. الزبط انا عارف انه اياميها اه يعني اه ريوم الاربع ده كان هما خلاصين الانتخابات يوم التالي. يعني او الدنيا كلها مشهولة. يعني هلكنيني. لا هم هلكنيني تات يم. وكانوا المفروض بقى الاربع ده هيبدأوا ياخدوا نفسهم. والله انا انا عزرهم يعني. اه الراجل ما نعمش. يعني المفروض كان هيروح ما روحش. وقعد معانا اللي حوالي بعد اتناشر اللي دخلنا عالساعة واحدة هناك في هنا. ابو ضعليم. بصي هم حدد ما كانوا عارف كل حاجة وبعت عشان يجيبوا من البيت ما لوش في البيت. ما لوش في البيت هارب كمان. اه هارب من البيت. طب انت كنت في تصريحات شفتها حضرتك بقلت ان هو كان بيقول انه مهندس ورجعت بعد كده عطلع عامل يعني احكي لنا القصة دي. اه هو في المحاق. يعني كان الراجل اللي اتكلم معه من طرفنا وكده. فبقول له لا يا ده انا ده انا في المعادي وانا راجل مؤدب ومن عيلة وفي كلية هندسة انت هتحطمه سابلي. لا كنت مش بتاعي والله. ده انا في كلية هندسة وفي المعادي. طلع كل ده في الاخر كده. هو لا طلع في كلية هندسة. ولا في المعادي. ولا في شغال اه في مطعم. وتقريبا في معهد حاجة زي كده. هو قلو يتسلى يعني. لا هو اللي اسمعته انه هو كان عامل كده مع بنات تانية. ده اللي وصلني. اه اه. وصلني الكلام ده فعلا وانا في النيابة وصلني اه باني الداخلية انهما بيقولوا انه هو فعلا عامل مع تساد برضو مع بنات تانية. يعني فاكر ده كان ممكن يقض في ابتزاز ولا هو كان قاصد. انا مش عارف هو كان قاصد وايه. بس هو ربنا ايه يمكن اللي عمله في البنات اللي قبل كده. ربنا شال ساتره من علي بقى المرتين. اه. لان الساتر ده بيبقى له رصيده وسعب بيخلص. اكي طب. فهو رصيد الساتر عنده خلص لما جاه ناحية شروق. لان اي بنت تانية طبعا البلاغات اللي زيدي كتير. وطبعا التحقيف يا برضو اه فيه جرائم اكتر من كده واصعب من كده. يعني احنا رحنا هناك في 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 الاسم اللي اينا فيه جريمة اكل وفيه جريمة اه اختصاب. يعني فيه جرائم كبيرة عندية. اي حد بيروقع حادي انبلاغ من ده برضو مش بيقى ايه بالاهتمام زي الجرائم الكبير. لا بس انا هقول لك على حاجة يمكن هي قضية نيرة. اه. 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 فخلت الناس كلها تهتم اوي بكس التهديد خاصة بباحث الانترنت والحاجات دي. اه. يعني ممكن في الاول كان بيتبنى انها تسلية لكن ممكن يكون ورا ورا الكيبورد اللي بيكتب الرسالة دي شخص مختل. مختل اه. وينتعي في النهاية الجريمة. اه. وخصة انها تكررت بعد كده في اكتر من قضية. اه. اه. اتكررت اه سالمة واسلام واماني وكزا بنت. الله يرحمهم جميعا. الله يرحمهم. وانت بتتكلم عن شروع حاستك كده يعني ايه? بتقول لي ما نسيتش نيرة. طبعا ما تنساش. اه. اه. انت ممكن تنسي داناكي. حد ما ننسي دانا. يلا. الله يرحم. والله العظيم حياتنا كلها مقلوبة بسببها. احنا بنطلع مع ناس فعلا بنحبوهم اه. شروق بتطلع معايا او انا بطلع معاها. في صفحة لها. بنطلع نفك على نفسنا مع الناس دي. لان الناس دي بتطبطب علينا. بكلمة حلوة. اه. فلما بنشوف نسمع الكلمة الحلوة ديها. زي حد بيتطبطب عليك. لان انت فعلا تعرضت في الفطرة اللي فاتت دي كلها. لهجوم كبير. لهجوم. لا لا. الافتراز كانوا بيفترسونا. كان ناس بتفترسنا. فهه. لما لقينا ناس حلوة وتطلع معانا وبطلطب علينا بكلمة حلوة. انا حبتهم معاني ما عرفهمش. فحبتهم فبايت اطلع معاهم. هم حتى لما بيطلعهم يا بابا قشف يا بابا. كلهم بيحسسون انا يعني انا فقدت نيرا بس انا عجالي كزا بنت بيقولوا يا بابا. فهدرون بيعبضوني شوية بكلمة يا بابا. بنات حلوة اوي 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 ربنا يحفظهم يا رب. يحفظ بناتنا يا رب. يا رب. يا رب. يا رب. انما لما بقى هنا احنا الدعوة بتوصل لها واحنا مبنين سهاش. فاقيم اكي. والله احنا مفيش سجدة الا مبادع لنايره. مفيش سجدة بتعدي الا مبادع لنايره. تجربة صعبة اللي انت عشرة اوزا اشرة. اوي 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 ربنا ما يكتب على حد. بعيدا عن الجريمة كمان اللي انتو تعرضتوه من الهجوم. الهجوم اللي حصلنا. يعني لحد اللحظة دي الناس تقولك بيطلعوا اه اوزين ظهور مع ان انا قاعد تقنعك كتير عشان تطلع. يعني ما انتش انت اللي طلقت عشان تطلع. يعني. وفي المرحلة الاولية احنا مغبوطين على دماغنا. اه. وكل اللي يجي يقول عشان يجيب حق انايره. فاحنا مش عارفين. احنا التجربة اللي انت لسه اول مرة تقوليها. صحيح. ودايخة من الخطة اللي يعني. انت مش مصدق. اي وانت مش صدقها بنتك حصل الله ايه. انت حاسة ان انت عايشة في كبوس. في حلم. في فيلم. انا مش عارف. وكل اللي يجي يقولك انا عايز ساعدك اجيب حق انايره. الاهدف ايه او. حتى محامين كتير كانوا بيقولك عايزين نساعد يا انايره وبعد كده بعضهم قلب عليك ويقولك عشان ما ظهرش عشان ما طلعش. منهم لله. حزب الله نعمى الوكيل في اي حد اه. قال كلمة ماهش فينا. بس. حزبنا الله نعمى ربنا. وما يلفزوا من قول الا لديه رقيب عديد. كل واحد يقول كلمة يا جماعة بيتحاسب عليه. فحزب يا الله نعمى الوكيل فيهم. حياتك بعد نيره بقت مختلفة عن حياتك. اناش عارفين نعيش في المحل. اش عارفين نعيش في المحل والله. ليه بقى? صعبة. زكريات نيره وكل حاجة في في الشقة ونيره موجودة معانا. هناك الموضوع صعب اوش. كل حاجة بتفكرنا بيها. الجرام بيفكرون بيها. الشقة بتفكرنا بيها. كل حاجة. احنا دلوقتي اغلبية الوقتي عادين في القاهرة مع شروط. اه انا وانا والدت. وبعد التهديد ده بقى انا عايزين تعودوا جنبها اكتر. ام. بعد التهديد ده. طبعا طبعا. ولا مش اسابها انا. ده هي كل مشورة انا بقى معها. يعني ما بتنزلش الشارع لما كنا انا معها. خايف عليها. طبعا خايف عليها. ما عادش ايه عنها? ما عنديش استعداد حد يجرحها. اللي اللي حصل في الفنايره خليني عقلي شاتت على البنتين اللي فاضلين. بس الحمد لله مطمن على هدير جزها موجود ومحوط عليها وخايف عليها. ومحمد راجل اوي وجدع اوي من حلال اوي. ربنا يبارك لك فيهم. يا رب. يا رب. والشروق بقى يعني هي ديات اللي فضلة معايا. فلازم حافظ عليها. قلت لي قبل ما نطلع ليف انك حدق طلعت معيش. اه. من التدريس بقى. هم عارفين حتى الناس كلها عارفين انها طلعت يوم ستة حدرش من التدريس وطلعت معيش. وعشان كده باجي براحتي بقى القاهرة اه. طب ايه بقى فكرة انك اه شروق مسلا كان قبل نييرة كان لها صفحة على الفيسبوك وكان بتطلع. اه. بعد كده بقى هي احترفت القصة دي بقيت يعني بتنشئ محتوى اه رقمي وكده. اه. هي هي بدقة من اول يعني بدقة من هي وهدير كانوا عاملين اه صفحات اه اه للميكوب والحاجات ديات. اه. طبعا صاحات محاسة الجريمة كلنا وقفنا محدش فائل اي حاجة. حياتك وقفت عندنا. اه. لغاية ما الناس بقى بدأ يقول لنا اشوفوا مصلحاتك وكل واحد رقع عشان انتو طول ما انتو وقفين كده انتو عمين تفتقروا. انتو عمين تفتقروا. انتو عمين تفتقروا. انما لو اتشغلتوا الشغل هينسي. اه. فطبعا شروق قالوا لها بقى اي 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 شغلي صفحتك وكده. فبدأت برد شغل صفحتها بس هي نفسيتها. فبدأت انا اشجعها. اه. اقول ما تقول لك لأ انت ازاي تعمل كده نسيت نيرها. طب انا عايز اسألهم سؤال بس هو انا طلعت غلطت في حد بكلمة? طلعت قلتي كلمة غلطت? انا بطلع يا امه بندردش مع الناس. يا امه بقول قصة لطيفة يا امه بقول معلومة دينية. انا ما بقولش اكتر من كده. انا ما بقولش حاجة ما بنقول ما بطلعش نرقص ولا نضحك ولا نغزر. احنا طالعين مع ناس بتحبنا. فعلا. ومن حقك. اللي يمنح. اللي يمنح. الناس عارفونا. والناس عايزين نبقى موجود تواجدين معاهم. واحنا كمان بنحن. انت بتحس بالونس? جدا جدا جدا. وكلمة بابا بتريحني قوي منهم. كل واحدة بتكتب لي يا بابا بتريحني منهم. بتريحني قوي. وبتفرحني. ايه اكتر حاجة فاكرها نيرها بس اشخاصة? ناة كل حاجة. فاكرها هي مولودة على ايدي. نيرها مولودة على ادية. ما كنتش قال لانا واموها بس في في المستشفى ما كنتش عندي معانا. مولودة على ايد انا. طلعها من قط العمليات حطوها في ايديها. انا انا الدنيا مايا بسكر كده عشان انا اطلاف بقها لان والدتها لسه كانت في المخدر. شرقت مني انا عادت اسرخ في المستشفى بطريقة هاسترية لما هي شرقت. قفت اللي تموت في ايديها. ولسه ببص عليها كده وبقدلها. انت انت اول حاجة بتفكر فيها من اول ما كانت لسه مولودة? طبعا ما بنسهاش كانت يوم وقفت العيد. كانت يوم وقفت العيد وقفت عرفات. كنت صايم يومين. وشفتها نزلة يوم وقفت عرفات. ما بنسهاش? لا 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 ما بنسهاش. وقضت الست اسمين بتوعي ابتداي معايا. يا بابا هاتلي سندوتش الفود. وحتتين جزر. مش عايزة ترشي. وحتتين الجزر والله. حاضر. اروح للراجل هي شقة واحدة. ساعة الفصحة. وقل له حطتلها حتتين الجزر بتوح. عارف كل تفاصيلها طبعا. لسه فاكر كل تفاصيلها. الحمد لله. ربنا ارحمها. اه طبعا طبعا. ربنا ارحمها. يا اتنا كان احسن بنتين. ناس مستاهولة. مستاهولة بيها. مستاهولة بيها. مستاهولة بلي احنا فيه. محدش حاسس بينا. احنا بنطلعها. نفكة عن نفسنا بس. انت قلتلي قبل لايف كمان ناس اسيت عليهم. جدا. جدا والله. اسيت عليهم. جدا. ما عارفش ليه. وبرضو بيقسوا عليها دلوقتي. بقول لك غوين طلوع. غوين طلوع في ايه. بنتي لما تعرض لحاجة زي دي. طب انا 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 بعتلك يا والستاذة. لا انا اللي كلمت. انا مبعتش لحد. الناس اللي عايزة تكلمني اربعة وعشرين ساعة الناس بتكلمني ساعة ما البلغة حصل. الناس كل عامل تكلمني. انت كمان كنت تشتكيلي الناس بتيكي تقفوا قدام البيت عندك. انا انا سايب المحلة دلوقتي هم بيروحوا المحلة وانا عايزين يعرفوا طريق في القاهرة بقول لهم لا اسف. انا قبلت حضيرك فين في البيت? لا. الشارع ماشا. محن ديش يعرف طريق المنزل في القاهرة النهائي. مش عايز حد يقتحم حاجة. مش عايز شوشرة عدماج ولا اه ولا حد يتكلم معانا ولا حد يعرف طريق بيتنا خالص. لا الموضوع كان صعب صعب صعب. الحمد لله احنا. لما بدأنا نتماسك. لما بدأنا نتماسك جلنا الخفطة دية. طب نعمل ايه? نسكت يعني. الناس عايزين بقى يجلنا بلغ زي ده او يجلنا حاجة زي دية ومن بلغش ومانا بنشي حاجة. ولا نتحرك انت لو مطرحي. وبنتك حصل الله كده. وبنتك التانية اتهددت بنفسي الاسلوب. تقعد مربع ايدك وتقول لا انا مش عايز. اول حاجة تعمل اتفكر ان ممكن يحصل الله بعد شرح ليه طبعا. 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 فلازم تتحرك. ولازم تقول يا جماعة الحقوني. الحقوني يعني انت حصل الله كذا كذا. والناس لما يجب. لانا لو حصل حاجة عمرك ما هتسامح نفسك. ده مش هتسمح. انا مش عارف اعيش بقى خلاص. لا ما. لا ده دي خلاص بقى يعني تبقى نهاية. قطم الظهر. انا تقطم ظهري مرة. تانية بقى خلاص بقى بتبقى نهاية. ما ينفعش. فاعمل يا جماعة عشان الناس اللي عملها تتكلم وتقول لك هو غاوة لوا. والعيلة غاوية لوا. غاوين ايه? غاوين انتو متعرفوش اللي فينا. ربنا ما يكتب عليكم اللي احنا شفناه. ربنا ما يكتب على حد اللي احنا شفناه. احنا شفنا ايام صعبة. ايام صعبة جدا. احنا ما كناش بالنام. كناش بالنام. احنا حاسين ان بنتنا ماتت والناس بتهاجموا. قطر خيري الناس اللي وقفت جنبنا وتبطبت علينا. في ناس فعلا محترمة وجاة تبطبت علينا وقالت لنا كلام حلو. ووقفت تدافع عننا. وطبعا انتو عارفينهم كل المعصات اللي دافعت عننا. سواء الاستاذ اكرم سلام. استاذ محمد فياض. وفي ناس وفي ناس فضلت تقطع فيك. استاذ خالد. لا ما بافتكرهمش خالص. انا ما انتش بافتكرهم. لكن فاكر كل واحد قال لي كلمة حلوة. او دافع عنا ايرى بكلمة فاكره. الله يرحمه. الله يرحمه. الله يرحمه. طبعا. الناس دي فعلا لها فضل علينا. هم دول اللي خلناه نوقف على رجلنا تاني. طب شروع بقى هبارها اي دلوقتي بعد المحضر والوسط دي. هي في الاول طبعا انهارت يعني. يعني الموضوع حسنت انه خلاص كده. وانا كمان زي اختي فلما راحنا اسم الهرم الناس نمنوها جدا. والراجل حتى والله يزبط الموحس. حاجة كده من عند ربنا. بدأ يفكيها ويفكينا بكلام. وكلمة حلوة. طب ما تتجاوزي ياشي لو. طب مش عارو ياشي. فانا انا التانشين تقال لي لا انا بفكوكو والله. بس انشاكو. لا هو هو بيهزر. انا مش اصده حاجة طبعا. هو مش اصده حاجة والله. قال له انا هو بفكوكو والله راجل مختار. ما هو مش لقيه بها غير بنات ازو اشرف. مش حاجة والله. واحدة بتقول لك هم ما فيش اجمل. من لا اول فيش ولا اجمل ولا حاجة. انا ما عرفش واحد حبي يستزرب. او حبي يقلد. لكن ما لا الجاملات كتير والحلوين كتير ما امش بنات مش اجمل حاجة. ولا احسن حاجة. طبعا انا عندي بالدنيا كلها. اكيد طبعا. 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 طب. طب. قول لي بقى الكصة اللي كلنا سمعناها من فترة كده اللي هي اه اتهم اه حالة اه بنتك هدير للاه. محكمة الاتصادية. وانت قلت له ده موضوع عبيت أبن الله يفت بس عايزين نقول للناس يعني إيه قصة؟ إيه قصة إن هي يوم الإعدام طلعت شروق قالت اتعدمت يا ابن خديجة يا خديجة يا ابن خديجة اتعدمت كلمتين زي دولت طبعا بتعبر عن إنها حق اختاجة. آه طبعا. فطلع محامي اتباحهم أم عامل عريضة بتاع حاجة زي كده وبلاغ وإنها بتغلط في كلامك مع النياب. إذا كنت انت بريء ان يا ابن اتبرأك. إذا كنت انت متهم ان يا ابن هتتهمك. هي النيابة اللي هتقولي الكلمة. آآ بتقولي بقى هو عادي يقولك ان هو بعتذر وانا غلبيه. آه لا انا اه ما حصلش مني وانا لسه صغير وانا ما حصلش مني قبل كده اخلص الحاجات دي اتولع. مع اني بلغي آآ بيانة داخلية قال ان هو عملها مع بنات كتير قبل كده. هو هو كل كلامه كده بيدل ان هو عمل. لانه في الاول قال انا في كلية هندسة مطلعش كلية هندسة. انا في المعادي مطلعش في المعادي. متعود يعني. فهو كل كلامه كده. والنيابة بتثبت ان كلامه كده. خلاص. بلا ان انت بتجدب. يبقى اكيد انت اللي عملت كده. وبعدين يعني مش مش يعني التكنولوجيا المعلمات هتجيب كل حاجة. لأ جابته خلاص. اه جابته. بس. طب انت النهاردة عملت ايه في النيابة? لأ النهاردة طلبوا مننا امبارح طبعا كانت حقيقات والله يعني لغات الساعة حوالي اتناشر ونص واحدة كده راجعين من هناك الواصل للبيت حوالي الساعة. خدوا منكم اقوالكم بقى كلها اه وهو ودخلوا كذا مرة واستجوبوه ودخلوا الشروق خدوا اقوالها ودخلوني خدوا خدوا اقوالي وباينا ندخل ونطلع وكل النيابة يسأل وشغال بيكتب المحضر كله. مم. وبعد كده مشينا لقينا وكل النيابة النهاردة برضو اتصل بنا احنا عايزينكو ضروري اه وتطلقوا حاضر ماشي جايين. رحنا على هناك طبعا مش هر صعب برضو يعني. من عندنا الهناك كده نيابة هناك اه مكان محدوف شوية. فروحنا. فكان برضو عايز ياخد كميتين مشروقوا وقال لها معلش انا بس اه في طلب كده رخم شوية. احنا عايزين الموال بتاعك وبتاعها والدك. خدوا الموبايلات بقى. فبتقول له ليه? الليها لازم الموبايلات دي تتفحص. فقلنا له خلص ما فيه. بدا ما هيخدم التحقيق. عشاني طب قولي اسكريلات ما هيخدم التحقيق. الاسكريلات مع الموجودة على الموبايلات. حاجة هتخدم التحقيق خلص. فسلمنا الموبايلات وقال لهو كل حكاية اسبوع اللي حاجة رجعه الموبايلات تانية خلص ماشي. طب ما اعترفش هو بقى يعرف شروق منين او ليه عمل كده. احنا معرفش اقواله اصلا هو وكل نيابة معلناش على اقواله خالص. تعرفش هو قال ايه? لا لا خالص. ما نعرفش وكل نيابة ما بيقولش. هو هو ودخله مرة واحدة بس مع شروق عشان يحصل مواجهة. وعمل تمثيلية خايبة كده اول ما ده خلت قاعد يبص كده مين ديت. ده انت شايفها وانت عندك في الموبايل بتاعك كمان اللي هي بتعمله موجود. اه. يعني انت عارفها كويس. تيجي قدامه كده نيابة تعمل مش شايفها. يعني تمثيلية خايبة شوية. وما بتخلش على وكلان نيابة. لا ما خلاص كل حاجة بتجبان بعد كده. وان شاء الله تحياخد مجراءه وكل ناس طبعا في مجرات. ولو ورا حد يجيبه. ولو ورا حد. انت شاك ان حد يزقه? هو قال. قال كده. هو قال كده. واحنا بنمرة على اللايف كده بعد ما بلغنا عنه. فطلع وقال ده فلان وفلان مش عايزين يقول لها سامي ده فلان اللي حايلني وفلان اللي حايلني. قلت له يا حبيبي لو اللي فلان اللي حايلك سجله المكالمة وروح اديها للنيابة وقول لها قبل ما يمسكوك روح سلم نفسك وروح قل لهم انا فلان اللي حايلني. وانا بالنسبالي اتعهد لك يا عم انا هتنزل لك لو انت اثبتلي فعلا ان في حد اللي. حد زأك. حد زأك. هيتبقى انت بس يعني بيعتبروك كبري وانا انا عايز اللي زأك مش عايزك انت. بس. فهو راح قدامني يا ابا ما قالش حاجة. الله اعلم بقى هيقول او قال. الله اعلم مع انا مع انا. بس تحياتها تباني. تحياتها. وطبعا وكلان يبقى الله بيقول لك انت انت قلت ايه ولا هو الايه ولا حاجة. الناس بيدخلوا يسألوا السؤالين ونطلع او مسلا ياخدوا الاقوال ونطلع وخلاص. طب انا مش تطول عليك بس عايز اسألك سؤال بقى. تقول ايه لي الناس اللي كل يوم بتحاجم اشرف بأسرته وبناته ومراته يعني تقول لهم ايه? ازا كانوا بدي ايه من مطلوعي? لا هطلع كلشو هي. انا بدم هم بيتدايقهم وبالذات الناس التانية دية. بدم بيتدايقوا مني? لا هطلع واطلع معك ومع غيرك ومع غيرك. وهطلع كل الشواء بدم دي حاجة بتدايقهم لان انا بنبسط اوي لما ادايقهم. لان هما تعبوا اعصابي اوي في الفترة اللي فاتت. اه ضيقت. اما بالنسبة للناس الحبايبنا لا والله انا مش غاو اطلع وانتوا عارفين وانتوا حتى وما بيقول لي شو فهم بابا فهم بابا دايما يسألوها علي. عشان لما بطلع معهم انا ممكن اقول لهم معلومة اقول لهم قصة حلوة بتاع بيبقوا مبسطين البنات بيبقوا مبسطة. وحتى الناس الكبار برضو مبسطين ان انا بطلع. فانتوا ازا كنتوا زعلانين بصهم والله العزيم انتوا ما جربتوا اللي احنا جربناه. ولا دقتوا حاجة من اللي احنا دقناه. بس انتوا مش عارف مالكو مالكو. خلاص انتوا زعلانين هطلع لكم كل شوية ما تقلوش. مصر اه. اه اه اه. ده حاجة بيديهم. اصلا انا لازم لازم اجيب لهم جلطة شوية معلش. اجلتهم والله. ربنا يسترع الجميع. اه اه. انا بشكر حطاك على جوتك معانا. سلام. وربنا يحافظ لك على شروق وهدير يعني وربنا يرحم نيرها اياه في مكان احسن. وربنا اجاب لها حقها بالقانون يعني بالقصص العادل زي ما بتقول. انا عايز اشكر بس اشكر حضرتك فعلا على وقفت جبنا في في القضية من اول يقول نيرها وفي المحكمة وفي كل حتة كنت معايا في البيت. ده شخصي كنا بنغضي كل حاجة. لا 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 والله انت مش انا حاسيت ان انت مش كنتش بدور عليها مهنية. انت كنت بدور عليها ان انت عايز اجيب انا ايره فعلا وحاسس ان هي اختك فانا عشان كده ساعة مطلبتين اقول تلك مانية. انا مقدرش اتاخر عني كاسوز غادة. ولا عن المصري اليوم عشان المصداقية اللي هم في. لاني شفت خنوات تانية مخادش عندها مصداقية كانوا بيلعبوا على اليوشين. لكن انتو كان عندكم مصداقية في كل حاجة فانا. ده كان واجب علينا. واتشرف ان انا موجود معكم يعني. ربنا يخليك ده شرف لينا. وبعدين اه يعني دي قضية كانت واضحة. اه. يعني كانت متصورة صوت وصورة. كان الشخص اللي طالع اه اللي قتل او الجريمة عملها في واضح النهار قدام الناس ما كانش فيها لفس. ولا كان فيها التهمات ولا كان فيها اي حاجة. ما في ناس كانت خالف تقعرف بقى وعايزين الترند مش بهم من الحقيقة. للاسف. اه. في ناس كتير بتتاجر بقضايا. بس. لكن يعني احنا في النهاية بنلتزم بالتحقيقات بنلتزم بالمحكمة. وزي ما بيقوله الحكم هو عنوان الحقيقة. طبعا. والمحكمة يعني مش شربة هي المري ايه ربنا يعني يعني دوله الصحة اللي كان بيحكم في القضية كان حكم فيها وكان واضح جدا حكمه. طبعا. ومحكمة النقضة نقشت القضية واقيدة الحكم وتم تنفيذه. طبعا. انت الرجل محترم طبعا بهاقبي المري طبعا ورجال النيابة. وعايز اشكر برضو رجال الداخلية جميعا النهاردة. وبالاخص اه شرطة اه قسم شرطة الهرم. اه قسم المباحث هناك. الناس بتوما ما يحس. كل الشكر والتأدير لكم جميعا. على اللي انتوا عملتوه معانا. انتوا فعلا حسستوني ان انا في بلد الامن والامان. عايز اشكر برضو رجال النيابة العامة. على المجهود اللي بيجروا لدرجة انه مسلا ممكن الوكيل النيابة يصهر معانا للساعة واحدة في في النيابة. ده شغلة فردم يعني هو رجال قضاء سهلين عشان العدالة يعني. طبعا بس برضو لازم نشكرهم هو هو شغلهم كل حاجة. بس لازم نشكرهم على المجهود اللي بيبزلوا معانا. اه الحمد لله وقتر الف غيركم. متشكر لكم جميعا. اشتركوا في القناة